هذا يسأل عن الخشوع في الصلاة قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الخشوع في الصلاة هو السكون فيها هو السكون فيها وقطع الحركة والإقبال على الله سبحانه وتعالى حضور القلب في الصلاة ولا يصلّوه منشغ البال أو متشعب التفكير هنا وهناك أو يكثر من الحركات فالخشوع في الصلاة هو حضور القلب حضور القلب وعلامة حضور القلب انقطاع الحركات بيديه رجليه جسمه هذا علامة على الخشوع أما إذا كان كثير الحركة والعبث هذا دليل على عدم الخشوع في الصلاة والخشوع هو روح الصلاة الصلاة التي ليس فيها خشوع كالجسم الذي ليس فيه روح فعلى المسلم أن يحضر قلبه في الصلاة ولا يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر يدخل في الصلاة وهو هادي البال حتى يقبل على الله سبحانه وتعالى هذا يسأل عن حكم حمل الخطيب للعصى في خطبة الجمعة اشتركوا في القناة